نفس الكلام اللي كنت هتقوله؟ اه طبعاً هنضيف عليه ايه؟ من اللي يتكلم بقى معاك؟ التويتات يعني التويتات هضيف التويتات يعني التويت الكلام في يعني اول واحد انت ما جيت وحاجز لابنك عبدالكتور ونزلت القاهرة انا رجعت المكالمة اللي بيني وبين كابتن مهر لان انا الترتيب بس عشان التويتات هتفر معنا كتير في توسيط الكلام بتاع كابتن مهر بالزبط كده اول الكلام واحنا في المنتخب وانا قلت لحضرك ان كان كابتن مهر كلمني ان انا بموجود مع نادي الاهل ولعيبة النادي الزمالك انا جيب كابتن فاتحي وكابتن ضيه وسألوني وبعدين كان كابتن مهر وكابتن ابراهيم رياض على الرغم ان كان موجود مع لعيبة نادي الزمالك كابتن عشرة فاسم في نفس الجهاز قبل اي كان مش فعلا خير امين يا رب في الوقت ده وانا طالع لعارة انا اتصلت بكابتن مهر انت اتصلت بيه؟ اه وخلى فعلا كابتن خاطيب يتكلمني وهنا قال لي يعني جملة دايما انا بقولها وحافظها لغات دلوقتي لو انت يعني عجبك الحال لو فيما معناه يعني ودرت ان انت هتعمل فلوس كويسة في الخريج لان الخريج فلوسها كويسة اه طبعا وحبيت ان انت تكمل كمل بس لو رجعت انا بقولك ان النادي الاهلي ده بيتك انا سألت عنك واس جدا وواصق فيك وواصق في الكلام اللي انا بقوله لك بعد مكلمة الكابتن الخطيب ليك ايه اللي حصل؟ موسيقى كابتن انا اطلعت السعودية انا يعني كان الكلام اللي هو مشاوشر اه وهي يعني لو انا هكارن ما بين التعامل فالموضوع مختلف تماما اه وكمان تأدير كابت كبير كابت خطيب ليك في المكالمة ويديك ان انت حاجة مهمة كان عضو مجلس دارة ولا كان مسؤول عن الكورة؟ لا كان عضو مجلس دارة مجلس دارة مسؤول عن الكورة دا اللي خلاني لما ارجع في فترة برضو اللعيب لجعلك الامل تاني؟ اه بيباللعيب انا ايوة تجايب مش عارف رأسك من رجليك؟ مش عارف اعمل وفي الوقت دا اللي اتكلم معايا عبدالالله روسي قلتوله صعب ان انا هطلع مرة تاني فبدال طلوع بطلوع طب انا هنا لسه ما فيش حاجة في ايديه وانا كل التركيز بامانة كان مع محمد ابني كان برضو كاب كنت خاف جدا على محمد طبعا رغم ان العملية دي انا عملها لخته كبيرة رانا والفرمة بين الاثنين سنة ونص تقريبا حتى في السن وفي تاريخ العملية لان سبحان الله هم الاثنين كان عندهم نفس المشاكل ديها في الاخرى او حاجة مراسية؟ ممكن انا ومرات ولاد عم فممكن ممكن هم ولاتوا كويسين الحمد لله الحمد لله رانا فضل ربنا السنة دي خمسة جامعة ومحمد السنة دي الحمد لله ربع جامعة ربنا خلهم لك وتفرح بيهم بعد مكاملة الكابتن خطيب ايه اللي حصل؟ انا بقى اللي رجعنا من الاعارة واعدت فترة اسماعيلية وجيت هنا على القاهرة واستقريت انت جاءت عشان خطر العملية؟ هعمل ايه هعمل ايه والكلام ان انا ممكن اطلع تاني برا طب انا ما حسمتش اموري طب ايه مش اخسر مكاملة تليفون وانا شوية كابتن في حد كده ممكن طب هي سهلة انها تتعمل بس انا اللي بصعبها على نفسي انت بتدي لنفسك فرصة؟ اللي غات يومني هزا برضو يعني ممكن لي تكون طبيعة او طبيعتك انت او شخصيتك انت كده ان انت يعني ان انت بتبعزيش شوية ان انت تطلب حاجة من حد وانا مش عارف ممكن يكون الرد ايه اه اه صلت بالكابتن ما كابتن؟ مرهم ما اه كابتن انا الاعارة خلصت وانا هنا من اكتر من 15-20 يوم وبحدد ان شاء الله لمحمد ابني كذا 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 انت رجعك مش 6 شهور كان الاعارة من شهر 2 ما فيه شهرين بقى اجازة اه من شهر 2 لشهر 8 انا نزلت في شهر 5 اه شهر 3 شهر 5 اه كان اخر 5 اخر شهر 5 بصفة 28-29-25 حياة كده طول احنا دخلنا في شهر 6 كان هنا لسه الدوري شغل اه في اوخر الدوري فقال لي طيب ايفل وانا هكلمك تاني فراح متكلم معه كابت خطيب وراح رجعي تاني انا عمد انا على الفكرة انا كلمته عكابت خطيب هو هتكلمك دلوقتي على طول اه ففعلا نتكلم من كابت خطيب الحمد لله على السلامة ايه الاخبار طبعا عملت قالك المكالمة انت قلتاني طبعا عملت لا دي وانا مسافر وانت مسافر اه اه وانا مسافر انا بلغت الكابت المار ايه التطورات اللي حصلت معاه مع النادي رجعت اه رجعت كلمت الكابت المار تاني اه ان انا موجود في مصر وحدش عارف حي هتيب كلمك فلسه في رغبة ولا مفيش رغبة ما عايز ادور بقى لما يعني هعمل ايه طيب انت جاهز التولى كابت ان انا معديش مشكلة بس انا ظروفي دلوقتي بيتقول ان انا هعمل واحد اثنين تاعة عشان خاطر ابني فأنا طب خلص وهتايل هكلمك تاني او هخلي المهانس عادل بقايا يكلمك تاني وفي حياة جديدة كنا يعني الاتفاق بتاعنا زي ما هو التولى كابت الاتفاق بتاعنا زي ما هو ودي يا كابت اللي انا بقولها ليه بقى انا بقولها للناس في اسماعيلية اللي كانت متخيلة ان انت ماضي قبل ما تسافر ومفيش هنا حياة طول غير ان انت انت رجع بش عالف هتعمل ايه لا وتحلف كمان وانت صادق في كلامك ده ان دي حاجة انت هتتحسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى وانت كنت ممكن تطلع قطر وكنت ممكن اطلع قطر وكنت ممكن اطلع امارات وكنت ممكن اكامل يعني مفيش حاجة في دماغك السنة هي المكالمة دي مع سبحان الله ان دايما ربنا هو مسبب الاسباب ان كان الكابت المهر من وجوده في المنتخب انه يكون سبب ان انا بموجود في مكالمة الكابت الخطيب الاولانية والمكالمة وانا مسافر والمكالمة لما جيت قال لك كابت الخطيب بقى الحمد لله على السلامة احنا بنصغ فيك وعايزينك تبقى موجود معانا واحنا متفين تقريبا على كل حاجة في حاجة عندك متغيرة طولة كابتنا انا ما بغيرش القديم كل على القديم احنا الكلام ده كان في شهر اتنين واحنا نردت في شهر ستة او نص شهر ستة فالكلام واحد مش هيتغير طيب شوف انت تبقى فاضي امتى ويتكلمني تاني شوف انت خلى عادل يتكلمك اه فتواصلت فعلا مع المهندس عدل القياعي وروحت التفانة تفاتي الاول مع الدكتور على معادل عملية وبعدين رحت العادل مع المهندس عدل القياعي في بيته اول مرة تخش فيها النادي عيكات امتى بعد الانضة بعد الانضة بعد الانضة اه بعد الانضة انت مضيت بره مضيت بره مضيتش في النادي مضيت فين في بيت المهندس عدل القياعي في اللي هو في السنائعي بقى مهندسين ولا دقي اه اه في المهندسين اه مضيت عنده هنا اه لما مضيت حسيت بانك عندك راحة داخلية هو اول يوم او اللي انا بقول اول يوم لان انا مضيت على يومين اه المهندس عدلي شاطر لا انت هتقول لي اه فأنا حسيت في الكلام إنه هو يعني ما عندوش الداتة كاملة عن الموضوع يعني ما عندكش الاتفاقية وأخذ منك كلام دولانية بعدين يرجع تاني فبيتكلم في الفلوس طب إحنا بقى عمد هندفع أقول لا لا فيش حاس ما إحنا هندفع ولا هنعمل يا باشواندس الموضوع إيه خالصان أنا ماتفع مع كابت خطيب على حاجات المفروضة إن أنا جاليها إيه كاملة جاهزة إن أنا همضي على كاملة طب هم دولتول أمش همضي عشان يربط قلتول لا أنا مش همضي اتأكد تاني إيه من الكلام ارجع للكابت الخطيب ويقول لي طب الكابت خطيب في الإمارات قلتول خلاص ده بوقتي ما يرد عليك إنما أنا معاك أنا معاك وعشان برضو تعرفني يعني أنا كان كلامك التولى عشان تعرفني أكتر لكن أنا أحب إن كل حياتي بقى إيه على وضوحها وفعلا مشيت طبعا عشان يسيب نمشي ده كان فيلم مستحيل وعاوز بقى يقبض عليك آه مستحيل يعني فين وفين لما خلاص حسي إن أنا فعلا خلاص لا مشيت وقولتوله تاني يوم في نفس المعاد اللي حضرها كديتولي النهار ده هتلاقي لي موجود برضو في نفس المعاد كنت موجود كان خد الرد من الكابتن الخطيب قال لي مظبوط إنت كلامك مظبوط إنتم متفين على واحد اتنين واصل عموانس عدي شاطر قوي كنا هنبتدي من الصفر يا كابتن آه عاوز يبدأ ينزل بالله ده الله مش ممكن إنما عدي ده من الناس بتحب نادر آله رحمه فاولد حجازل في اوتيل وجبت أولادي وعدت في القوتيل وبعدين عدت مع مستر مانول تحطت بقى الخطوط للعريف لما عدت مع مانولز زي ده ما قلت لك أنت أول مرة تخش فيها النادي الأهلي كان إحساسك إيه؟ قبل ما تجاوب أنا أخذ فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال